Intel i5 في الجيل الهداعش معالج متوسط يعطي إمكانيات عالية في الألعاب خصوصاً مع دقة 1080p المعروف عنها أنها تتطلب أداء أعلى في المعالجة وسعر المعالج نفسه يعتبر جيد تقريباً بحدود 192 دولار يعني 720 ريال ولكن المعالج نفسه لا يدعم كسر السرعة بعكس المنافسين وأيضاً دقة تصنيعه ما زالت شوية متأخرى ولكن المعالج هذا هو من Rocket Lake S نفس السلسلة معماريته Cypress Cove والتي تقدم أداء أفضل في التطبيقات وحتى في الألعاب مقارنة بالجيل السابق وهذا المعالج يأتي ب32 وحدة معالجة رسومية من الجيل الجديد المعالج الرسومي Intel Iris Xe معالج 11500 i5 يأتي بستة أنوية ويدعم تقنية HyperThreading التي تزيد من عدد خطوط المعالجة من 6 إلى 12 وكأن المعالج بـ 12 نواة تقنية HyperThreading كفاءتها تختلف بحسب التطبيق المعالج يأتي بتردد الـ 2.7 جيجا هيرتز يصل تلقائياً بحسب الحاجة إلى 4.6 جيجا هيرتز هذا من خلال تقنية Turbo Boost بنسختها الثانية طبعاً ارتفاع التردد سيساهم في زيادة الأداء خصوصاً مع التطبيقات التي تحتاج قدرة معالجة عالية مثل تطبيقات المونتاج وتحرير الصور المعالج يدعم الذواكر العشوائية من نوع DDR4 وبتردد يصل إلى 3200 ميجا هيرتز أيضاً يدعم PCIe 4 والذي صار إلى 20 لين والذي تعطي نقل بيانات أسرع وكمثال توضيحي، لو عندكم كرت شاشة يستخدم 16 خط من أصل 20 لين ستبقى لديكم أربع لينات فاضعة وتقريباً ستستخدم لسعة تخزينية MVME أو بحسب الجهاز هنا استفادة PCIe 4 ستكون متوازية ومتكاملة بما أني استعرطت لكم مزايا المعالج، أكيد لازم اختبره لكم وفي هذه الفيديو سأقوم بعمل تجميع خاصة لكي نحصل على أفضل نتيجة في الاختبار التجميعات تنطلب مني، ولكن لا أشعر كثيراً فأعطوني رأيكم باللايكات هل بالفعل تريد تجميع تجميع أكثر؟ كلما زاد اللايك، كلما أعرف أنه بالضبط تريد تجميع تجميع أكثر وعلى فكرة، الكيس الذي تم استخدامه في التجميع هو كولر ماستر ماستر بوكس تي دي 500 يأتي بثلاث مراوح أمامية من نوع RGB يعتبر مناسب للتجميع أيضاً، أضفنا على الكيس مروحة خلفية من نوع Antic F12 لزيادة كفاءة التبريد اللوحة الأم سنستخدمها هي Mag Tomahawk Wi-Fi من MSI هي من نوع B560 اللوحة تمتلك إضاءة RGB داخلية بتقنية My Stick Lite وتدعم تقنيات عديدة مثل Lightning الجيل الرابع Gen 4 M.2 التي تعطي قدرة عالية في السرعة مع ذاكرة M.2 وتصل حتى 64 جيجابيت في الثانية وتقنية Frozer AI Cooling التي تقيس حرارة المعالج وكرت الشاشة وتتحكم بقدرة المراوح للتبريد بأفضل شكل ممكن وكل هذا باستخدام الذكاء الاصطناعي اللوحة هنا تدعم Wi-Fi 6E كرت الشاشة التي سنستخدمه هنا هو RTX 3070 Ti من Nvidia ونسخة Founders Edition وتأتي بذاكرة 8 جيجابيت من نوع GDDR6X وتدعم تقنيات عديدة مثل DLSS والتي تزيد معدل الإطارات والجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتدعم تقنية الإعكاسات الضوئية Ray Tracing الكرت تفصلت للمراجعة تفصيلية في القناة، ستجدوا رابط هذه المراجعة في وصف هذا الفيديو الذاكرة العشوائية أكيد Fury Beast من شركة كينغستن هي أربع قطع بسعة إجمالية 128 جيجابيت من نوع DDR4 وبتردد يصل إلى 3200 ميجا هيرت أما السعة التخزينية، فالمستخدمة هنا هي أكيد من كينغستن وأيضاً M.2 وقطعتين كل قطعة بسعة 2 تيرابايت وهي من KC 2500 من كينغستن هذه السعة تدعم PCIe Gen 3.0 وتعطي سرعة قراءة رهيبة 3500 ميجا بايت في الثانية وكتابة 2900 ميجا بايت في الثانية وأيضاً، روابطهم سأضعهم في وصف هذا الفيديو من ناحية مروحة التبريد، فالمعالج يأتي معه في العلبة مروحة التبريد مرة عادية تؤدي الغرض، لكن قررنا أن نستخدم شيء احترافي أكثر فأكيد انتقلنا للHyper 212 LED Turbo والإصدار الأبيض من شركة كولر ماستر هذا المبرد هوائي ونحاسي معروف بكفاءة ويعتبر أحد الخيارات المناسبة مع معالج i5-11500 مزود الطاقة التي نستخدمه هنا هو Asus TUF Gaming بقدرة 750 واط هو مصنف كمزود طاقة برونزي ويعتبر مناسب جداً على هذه التجميعة حلو، الآن تمت التجميعة، فنرى الأداة في اختبار تطبيق PC Mark 10، أعطى 5068 نقطة في اختبار تطبيق Geekbench 5، أعطى 1617 نقطة للنواة الواحدة و 7729 نقطة للأنوية المتعددة وأمامكم مقارنة بينه وبين مجموعة معالجات أخرى في تجربة الرسوميات والألعاب سونا اختبارين الأول بمعالج إنتل الرسومي وهو الUH Graphics 750 والثاني باستخدام RTX 3070 Ti أبدأ أول شيء بمعالج إنتل الرسومي وبسم الله في اختبار 3D Mark Time Spy أعطى 717 نقطة في لعبة Rocket League متوسط الإطارات كانت تتراوح من 48 إلى 64 إطار على الإعدادات بـ Performance وبدقة Full HD في لعبة Fortnite متوسط الإطارات في الـ Full HD 1080 كانت تتراوح من 27 إلى 39 إطار الآن لو اختبرنا المعالج نفسه على كرت انفيديا RTX 3070 Ti والاختبارات على دقة 1080 و 1440 وعلى أعلى إعدادات في اختبار 3D Mark Time Spy أعطى 13090 نقطة وأمامكم مقارنة بين الأداء وأداء الأجهزات الثانية في لعبة Death Stranding متوسط الإطارات في دقة 1080P كانت تتراوح من 167 إلى 190 إطار في لعبة Death Stranding متوسط الإطارات على دقة 1440 كانت تتراوح من 137 إلى 155 إطار أما في فورتنايت متوسط الإطارات على دقة Full HD كانت تتراوح من 127 إلى 188 إطار عندما رفعنا دقة اللعب في فورتنايت إلى 1440 كانت الإطارات متوسطها تتراوح من 95 إلى 132 إطار في لعبة Battlefield متوسط الإطارات على دقة 1080P كانت تتراوح من 141 إلى 200 إطار في الثانية في Battlefield متوسط الإطارات من 95 إلى 144 إطار الآن، هذا المعالج يأتي بسعر 192 دولار يعني حوالي 720 ريال وباقي العملات أمامكم وكل القطاع التي تم استخدامها في هذا الفيديو سأضع لكم تفاصيلها في الوصف الإيجابيات التي يجب أن تتكلم عنها أن المعالج يقدم إمكانيات جيدة مقابل سعر اقتصادي والمعالج الرسومي المدمج عطى أداء جيد في بعض الألعاب على دقة 1080P بالعدادات المتوسطة وأيضاً دعم تقنية PCIe الأربعة بتفرق كثير خصوصاً مع ذواكر M.2 ولكن الأشياء التي تمنناها تكون أفضل دقة التصنيع 14 نانومتر لسه مرة متأخر وما يدعم كسر السرعة عكس المنافسين وكماً، المروحة التي جدت في الصندوق جودتها كانت عادية جداً فهنا أنصحكم أن هذه الأمور تقيموها ومنها تبنوا تجميعكم التي تساندكم في الأعمال التي ستستفيدون منها وبذلك كان هناك مجموعة من القطع استخدمت فيها التجميع وأعطوني رأيكم ونكمل بتجميعات وماذا تنصحون التجميع الجاية نسويها ومع من بالضبط من المعالجات وقطع الداخلية وذواكر وغرافيكس وغيرها وأراكم بإذن الله على خير ونهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة